الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الشباب والشبات المسلمون والمسلمات في برنامجكم أعلمك كلمات كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم للشاب عبد الله بن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كلمات تكتب بماء ذهب كلمات ومراقبة لله وإيقان بالقدر في هذا اللقاء والحلقة المباركة نتكلم عن شيء مهم جدا للشباب ألا وهو الصحبة الصالحة وأهميتها للشباب عندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي فلينظر أحدكم من يصاحب حتى يكون على طريقته ودينه والدين هنا بمعنى الطريقة والمنهاج من صاحبك؟ هل صاحبك الذي يدعوك للصلاة ويأمرك بها؟ أم هو الذي يلهيك عن الصلاوات المكتوبات؟ هل صاحبك رجل صالح وشاب صالح يغض بصره عن الغاديات والرائحات؟ أم مطلق نظره وبصره؟ هل صاحبك رجل حافظ للسانه يخاف الله في الكلمة التي تخرج من لسانه؟ أو غير ذلك من صاحبك؟ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وروا البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مثل لجليس الصالح ولجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحزيك يعني يعطيك هدية أو تبتاع منه أي تشتري منه رائحة طيبة أو تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة فالصاحب الصالح ستنتفع به ولا بد والصاحب السيء ستتضرر به ولا بد فانظر من تخالل انظر من تجالس ومن تذهب معه للجمعة ومن تسهر معه من صاحبك قل لي من تصاحب أقول لك من أنت كما قال بعض الحكماء صاحبك ساحب لك إما إلى الخير أو الشر لقد أمر أهل الكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب من حوله من الصحابة قالوا يا محمد إن أردت أن نجالسك وأن تجلس معنا ونسمع منك أطرد هؤلاء الذين حولك الضعفاء الفقراء حتى لا يجترئ علينا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين لا تطرد هؤلاء الصحابة الكرام الذين يجلسون حولك ويستمعون منك فهم أهل إيمان فيا أيها الشاب من صاحبك وما معيار الصداق عندك والصحبة هل لابد أن يكون غنيا هل هذا هو معيار الصداق عندك أن يكون غنيا أو معيار الصداق عندك أن يكون وجيها أم معيار الصداق عندك أن يكون صالحا مؤمنا تقيا ما معيار أن يكون فلان صاحبك أو ليس بصاحب لك صاحب أهل الصلاح صاحب أهل الإيمان ولو كانوا فقراء رب أشعف أغبر لو أقسم على الله لأبره والكلام أيضا للأخوات المسلمات والشابات من تصاحبين؟ هل تصاحبين مرأة صالحة متحجبة لا تظهر شيئا من مفاتنها أو تصاحبين مرأة متبرجة عاصية لله ورسوله؟ من تصاحبين؟ تصاحبين بنتا مقيمة للصلاة صالحة عفيفة أو تصاحبين بنتا تاركة للصلاة عاقة للوالدين صوتها مرتفع في الشوارع ومزاحها؟ هل تصاحبين بنتا عندها حياء وسكينة وأدب؟ أو تصاحبين غير ذلك؟ فأيضا أنظري من هي صديقتك أنظري من صاحبتك فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أيها الشاب احذر الصحبة السوء التي تدعوك لشرب المخدرات والتي تدعوك لترك الصلوات والتي تزين لك الشهوات والباطل هذه صحبة مفسدة يوم القيامة ستتبرأ منها وسيتبرؤون منك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كذا قال الله تبارك وتعالى فكل خلة غير خلة الإيمان ستكون باطلة يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين انظر من تصاحب وانظر من تخالل اذهب إلى السجون واسأل الشباب الذين سجنوا ما سبب سجنك سيقول صاحبت فلانا وهو الذي جرني إلى الطريق الفلاني ما الذي أدخلك السجن يا فلان صاحبت فلانا وهو الذي غواني لهذا الطريق كل من في السجن أو أكثرهم سبب سجنهم هو صحبة سيئة تعرفوا عليها من شرب مخدرات من نصب واحتيال من غير ذلك فاحذر ثم حذر صداقة السوء واحذر ثم حذر الأخلاء الذين يأمرونك ويزينون لك الباطل صاحب أهل الإيمان لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي إن الصحبة تؤثر في المصحوب حتى في الحيوانات الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبر والخيلاء في أهل الخيل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم حتى مصاحبة الحيوانات تؤثر في أصحابها من صاحب الخيل دائما والخيل السريعة الرافع رأسها ورث بعض الكبر أما الذي يصاحب الغنم والشياة يرث من الشيات بعض السكينة الكبر والفخر والخيلاء في أهل الإبل والخيل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم فالصحبة تؤثر في صاحبها سلبا أو إيجابا فاحرص كل الحرص أخي المسلم على أن يكون خليلك رجلاً صالحاً حتى تسعد به يوم القيامة وحتى يشفع لك وتشفع له أما الأخلاء السوء فالله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبة طيبة تحفثنا على الخير وتدلنا عليه ونعوذ بالله من صحبة تودينا إلى جهنم اللهم أمين هذا وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وعلى النظ Church موسيقى